بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان مشاهدي قناتكم المفضلة قناة النادي الاهلي وبرنامجكم حارس الاهلي مين كان يتوقع او يتصور او يتخيل انه مباراة بوتافوجو بطل الدور البرازيلي من 3 ايام وقبلها باسبوع بطل امريكا الجنوبية مع باتشوكا المكسيكي اللي ليه كل الاحترام تنتهي بفوز 3 صفر لفريق باتشوكا المكسيكي ولا واحد كان يتخيل البعض الحقيقة كان وقال ان انا بتوقع باتشوكا لكنه كنا بنقول يعني مجرد توقعات ولكنها لا يمكن ان تكون حقيقة ولكن اليوم بقت حقيقة والحقيقة دي بتأكد حقيقة مهمة جدا وهنا كل ما تحترم الكرة وكل ما تحترم المنافس كل ما تقدر تؤدي وكل ما تقدر تكسب وكل ما تقدر تعمل نتيجة ليه بقى لانه نجوم فريق بوتفوج وهم جايين قالك هنكسب ريال مدريد يا ابنة هتلعب بتشوكا قالك بتشوكا ايه اذا كنت بتشوكا هتلعب الاهلي قالك الاهلي ايه احنا رايحين على ريال مدريد وحنلعب كفريق برازيلي وحنا البرازيل وحنا 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 بقى هنكسب وحنعدي فكانت النتيجة ان هزيمة قاصية ومذلة المهم انه لعبت الاهلي كانوا في الملعب والجهاز الفني كان موجود في الملعب وشافوا كل ده على عينك يا تاجر يعني قدام عينيك شفت وا 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 فرقة كويسة فرقة كويسة فرقة محترمة فرقة محترمة ولكن العب اصبح اكبر على النادي الاهلي لان الناس كلها كانت بتبص البتفقوجه انه ده فريق بطل امريكا الجنوبية بطل البرازيل بتبص للفريق المكسيكي انه كتف بكتف هي الناس بتبص كده فبقت القصة اصعب على النادي الاهلي لكن الاهلي ادها وقدود والاهل ان شاء الله قادر بامر الله انه يسعد جماهيره احنا مش عايزين من اللعيبة غلناها تعمل اللي عليها وتعرف المجد اللي مستنيها بس واحدة واحدة تاتا تاتا